حسم الأمر لكن لفترة مؤقتة والمساعدات الإنسانية ستستمر بالوصول إلى الشمال السوري عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا بالإضافة لخطوط التماس مع ميليشيا أسد بعد موافقة مجلس الأمن الدولية على تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود لستة أشهر وعلى الرغم من النجاح في التمديد وضمان تدفق المساعدات المنقذة لحياة ملايين الأشخاص شمال سوريا إلا أن فريق منسق استجابة سوريا اعتبر أن القرار الجديد يزيد من فعالية نقل المساعدات عبر خطوط التماس لإرضاء كل من روسيا والصين وهو ما يعني أن أضراره أكثر من نفعه باعتباره يخدم بشكل كبير حكومة ميليشيا أسد ويساهم في إعادة شرعنتها وتعويمها دوليا الفريق حذر من التوجه لإدخال المساعدات عن طريق ميليشيا أسد عبر خطوط التماس وفرضية أن يكون التمديد الحالي هو الأخير لإدخال المساعدات من معبر باب الهوى مشددا على ضرورة إيجاد المنظمات الإنسانية حلولا إضافية خلال المرحلة المقبلة لضمان عدم إغلاق شريان الحياة لسكان الشمال مشيرا إلى أن ميليشيا أسد ستستغل المساعدات الإنسانية في تمويل عملياتها العسكرية ضد المدنيين القرار الأممي يأتي بالتوازي مع تزايد الاحتياجات الإنسانية والأوضاع المأساوية للنازحين في المخيمات وافتقارهم لأدنى مقومات الحياة الأساسية في ظل تخفيض المساعدات المقدمة لهم وعجز المجتمع الدولي عن إيجاد حلول تنهي مأساتهم المتواصلة منذ ما يزيد على عقد من الزمن وسط مطالبات بسحب ملف المساعدات من مجلس الأمن المحكوم بالفيتو الصيني الروسي والعاجز عن اتخاذ أي قرار ضد من عاثوا قتلا وإجراما بحقهم اشتركوا في القناة